السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد النهاردة هنعمل معاكو طريقة عامل الماكرونة البشاميل بطريقة سهلة جدا وبسيطة وهنعمل البشاميل في البيت مش هنشتريه جاهز هنشوف الخطوات مع بعض واحدة واحدة اول حاجة حطيت معلقة سمنة بلدي علشان انا بحب اعمل الماكرونة البشاميل بسمنة البلدي لو مش عندك سمنة بلدي حط زيت عادي ومعايا بصلة مفرومة او بصلتين على حسب برضو كميال انت عاملاها انا الكميال انا عاملاها كيلو لربع ماكرونة وعندي نصف كيلو لحمة او اكتر من الربع شوية انا اللحمة دي كانت متوفرة عندي يعني مفرومتها عندي في البيت اه لحمة مش متجمدة لا لحمة يعني لحمة بلدي بعد كده هضيف البهرات ومبودر بصل بودر وحبت بهرات مشاوي وحبت كسبرة وحبت فلفل اسود اه وهنقلبهم مع بعض كواس جدا ده اللي انا بعمله ده جماعة اسمه العصاج العصاج بتاع اللحمة المفرومة وبدأت اللحمة تتبل معايا وتستوي ورحتها طحفة جدا بحرات طلعت لكن الملح هحطه في الاخر خالص علشان اللحمة لو حتيت الملح دلوقتي هتاخد وقت كبير ان هي تستوي طبعا انا مقطعها آآ طماطميتين عبارة عن صلطة كده صغيرة هبدأ ان انا اضيفها وهقلب آآ تقلبتين كده بحيس ان هم يمتزجوا كلهم مع بعض وبعد كده هقلب هي اللحمة خلاص كده استوت معايا هبدأ ان انا اضيف آآ الملح هضيف رشة ملح كده طريقة سهلة جدا يا جماعة وبسيطة وبإذن الله هتعجبكم آآ بعد كده هنروح نعمل البشاميل بتاعي طبعا انا مش بفضل ان انت تشتري البشاميل اللي جاهز اللي هو الاكياس دي لأ انت ممكن تعمليه في البيت افضل من العادي ده دقيق يا جماعة دقيق عادي خلص اللي هو دقيق القمح دقيق اللي فينه اي دي عم توفر عندك هتبدأ تنزليه من المنخل بتاعه علشان لو في اي حاجة كده آآ تتشال وبعد كده حطيت معلقتين سمنة او معلقتين زيت وهضيف آآ تلات معالق او اربع معالق دقيق وهبدأ ان انا هقلب انا طبعا عادة بحب البشاميل اللي يبقى آآ جوسي كده آآ ويبقى جميل فانا بزود بحب بزود دقيق واحب بزود الدعو في لبن تمام آآ حطيت نصف كيلو لبن وبعد كده آآ هيبقى عندي يعني هاضف له كمان آآ شوب لبن تاني علشان انا بحبه جوسي لو انت بتحبيه اللي هو تقيل وما بتحبهوش اللي هو بيبقى جوس كده شوية لأ عادي ما تحطي نصف كيلو اللبن بس هتبدأ تقليبي كده بصراعة بصراعة بالمضرب علشان آآ ما يكتلش معايا والدي ما يخرص معاك وانت بتعملي البشاميل هتبدأي بعد ما هاول ما هيبدأ يربط معاك البشاميل بتاعك هتجي ضايفة معاك آآ حبة ملح على حسب الملح اللي انت بتحبيه وبعد كده هتضيفي آآ فلفل ابيض او رشة بسيطة جدا فلفل اسود لو ما عندكيش الفلفل الابيض لكن انا ما حبيتش ان انا اضيف لا فلفل ابيض ولا فلفل اسود انا كنت حط في اللحمة المعصجة فلفل اسود فما حبيتش ان انا احط في ايه في البشاميل علشان لونه ما يغيرش انا يعني انا بحب لونه يبقى لون الابيض العادي لكن عادة بحط آآ فلفل اسود لكن المرة دي ما حبيتش ان انا احط في البشاميل فلفل اسود تمام اه دفت حبة مية وهبدأ ان انا اضرب فيه كويش شايفين ايه دي بتشتغل ازاي لازم ايه ديك تبقى في البشاميل علشان ما خرص معاك دي سر البشاميل آآ واول ما هيبقى جوسي كده وكريمي بدأ ان هو انا لما حطت دي كتير فبدأ ان هو يتقل معايا فانا مش عاوزا تقيل زي ما انا قلتلكم عاوزا آآ جوسي كده وخفيف وحلو فهبدأ ان انا احط ايه حبة مية زي ما انتم شفتوا كده طبعا البشاميل كده آآ جميل جدا وتقيل شايفين وانا بضرب في المضرب تقيل بين عليه ان هو تقيل علشان انا آآ بحبه ان هو يبقى البشاميل تبقى في المكارونة آآ كتيرة وواضحة لكن انت برضو حسب رغبتك يا جماعة ما فيش قوانين للطبخ كل واحد بيعمل الحاجة اللي هو بيفضلها وكل واحد بيعمل الاكل على زوقه تمام آآ لكن البشاميل ده ما يختلفش عليه اتنين يعني جميل جدا واكلة آآ يعني كل الناس بتحبها لو عملتها بالطريقة بتاعتي دي مش هتبطل ان انت تعمليها بعد كده قد الكريم قد البشاميل بيقى معايا كريمي جدا وناعم جدا جدا وديكم شايفين مفيش كلكعن هائي بعد كده هبدأ ان انا كنت سلقى الماكرونة يعني قبل قبل ما عمل العصاق فهبدأ ان انا افرد الماكرونة طبقة الماكرونة كده من تحت راع بس الخطوة الاساسية والمهمة ان انت تفرشي الصينية بكبشتين او معلقتين كبار من البشاميل دي خطوة مهمة جدا جدا وبعد كده هضيف اللحمة بتاعتنا اللي احنا عصدناها وبعد كده هفرتها كويس جدا في قلب الصينية وبعد كده هضيف معلقة بشاميل كبيرة على اللحمة من فوق علشان دي بتدي سر ان هي بتبقى آآ جوسي كده وطعمها خطير جدا ممكن يا جماعة تحطوا آآ جبنة رومي وممكن تحطوا جبنة مزرلة على اللحمة من فوق بس انا ما حبيتش احط لده ولا ده حبيت ان انا اعملها بشاميل زي اللي احنا بنعملها بدون اي اضافات نهائية علشان انا عايدة يعني كل مرة بحط لها جبنة فانا بحبها آآ حبيت ان انا اغير يعني وهبدأ اضيف الرائد تاني بتاع الماكرونة المتباقية وبعد كده بعد ما هضيفها كلها هضيف آآ باقي كمية البشاميل بتاع اللي احنا عملناه هبدأ ان انا اضيفه كده ولازم يا جماعة الخطوة المهمة برضو في في سر النجاح اللي بشاميل وان هي تطلع كتلة واحدة اللي هي قطعة واحدة يعني ان انتي آآ بعد ما هتعملي هتضغطي عليها بال بعد ما هترسي راق هتضغطي عليها بالمعلاقة كده علشان تبقى متماسكة جدا مع بعضهم بعد كده هبدأ ان انا احط الماكرونة آآ حط باقي البشاميل على الماكرونة من فوق كده الماكرونة جاهزة معي يا دوبك ان انا هدخلها الفرن هولا عليها الشوية وهولا عليها الفرن عشر دقائر بالزبط وهتطلعيها تكلي منها احلى بشاميل زي ما انتم شايفين قدامكم البشاميل الخطيرة دي طريقتها سهلة جدا جدا ومش مكلفة خالص آآ هم عملتاش بدون جبنا ميكس ولا اي حاجة لا الحاجات متوفرة في كل بيت آآ هنشوف التفاصيل بتاعتها شايفين شكلها ومستوية يا جماعة هي الماكرونة كلها مستوية فارجوكم ما تسوهاش في الفرن كتير علشان هم يدبك عشر دقائق علشان بس اللون يغير واد البشاميل بتاعتنا آآ جميلة جدا وبالفة هنا وشفة ومستنياكوا تجربوها وتقول لي رأيكوا في تعليقات